اشتركوا في القناة اختفي عني هذه الاحلاب المزعجة اقرأي عند النوم اية الكرسي وهي قوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسعى كرسيه السماوات والارض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم هذه الاية في اول جزء الثالث في صورة البقرة فان من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصده وقرأي كذلك سورة قلوه الله احد وسورة قل اعوذ بالفلق وسورة قل اعوذ برب الناس وهذه الاحلام المزجحة المخيفة التي ترينها دواؤها ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان تستعيد بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيتي وان لا تحدثي بذلك احدا فان ذلك فان ذلك لا يضرك ثم ان استيقظت في اثناء النوم من هذه الاحلام فاتخلي عن نسارك ثلاثا واستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيتي ثم منقلبي على الجنب الاخر ان كنت نائمة على الجنب الايمن فكوني على الجنب الايصر والعكس بالعكس وكذلك تقومين ايضا من اسباب دفع هذه الاحلام مكوهة تقومين وتذكرين الله وتوضعين وتصلين ما شاء الله هذا كله مما يدفع هذه الاحلام ثم انه ينبغي لمن رأى حلم يكرهه ينبغي له ان يستعيد بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى وان لا يحدث بذلك احدا وان يعرض عنه بقلبه وفكره ولا يذكره فان ذلك لا يضره كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم رزاكم الله خيرا